ونروح لمبادرة كلنا واحد اللي بتقوم بيها طبعا وزارة الداخلية وزارة الداخلية بتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد المستمرة طبعا في مجال توجيه القوافل الطبية علشان توقيع الكشف الطبي على المواطنين المصريين في عدد من المحافظات ومستشفيات الشرطة في العجوزة ومدينة نصر واسكندرية وكمان في المبادرة دي بيتم صرف الدواء اللازم لهم برضو بالمجان خلال شهر وزارة الداخلية أمت بتنظيم عدد من القوافل الطبية علشان توقيع الكشف الطبي على المواطنين المصريين في التخصصات المختلفة وبالمرة بتصرف لهم الأدوية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية في وزارة الداخلية أصفرت الحملة دي خلال شهر سبتمبر اللي فات عن توقيع الكشف الطبي على 547 حالة في المينيا و288 حالة في إينا و676 حالة في المونوفية و986 حالة في الفيوم وفي مستشفيات الشرطة في العجوزة وفي مدينة نصر واسكندرية تم توقيع الكشف الطبي على 693 حالة وتم صرف الأدوية اللازمة ليهم حلو إن يكون فيه تكامل ما بين أجهزة الدولة إنه بقى فيه قوافل صحية من وزارة الداخلية ومعاها قوافل من وزارة الصحة من هنا ومن هنا دعم إنه بقى في الآخر فيه مواطن صحي أو مواطن مصري جسمه سليم يقدر يبني البلد دي لأن علشان تبني البلد دي زي ما الكل كان بيقوله والخبراء كانوا بيقوله عايزين جسد سليم وواحد يكون متعلم يقدر إنه هو يعطي للبلد في الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر